المؤمن المؤمن إذا كان مع المقتدر يشعر بالقوة المؤمن ضعيف لكن هو يستمد قوته من المقتدر يشعر بقوة إذا لا ينافق يشعر بقوة إذا لا يتبعض أمام القوي والغني يشعر بقوة يرفع رأسه عاليا يشعر بقوة بسبب أن مصيره بيد الله وأن الله جل جلاله لم يسلم الأعمار والأرزاق لبني البشر العمر والرزق بيد الله أحد التابعين قال له الحجاج سأقتلك قال له والله لو علمت أن حياتي بيدك لعبدتك من دون الله ولكن حياتي بيد الله لمجرد أن تؤمن أن حياتك بيد الله ترفع رأسك عاليا ولا تنافق ولا تنبطح ولا تتدلل ولا تتضعضع ومن جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له ذهب ثلثا دينه فإذا كنت مع القدير إذا كنت مع المقتدر إذا كنت مع القادر قادر، قدير، قدير، مقتدر شعرت بالقوة والمؤمن يشعر بقوته التي يستمدها من الله نظيف، واضح، سرنته كعلاميته وسره كجهره وخلوته كجلوته تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال الآن تشعر بالقوة إذا كنت مع المقتدر وتشعر بالضعف أمام المقتدر شعوران متناقضان إذا كنت مع المقتدر تشعر أنك في حماك تشعر أن قدرته تحميك أن قدرته تحول بينك وبين أعدائك الإحساس بالقوة من لوازن الإيمان بالمقتدر وأنت أمام المقتدر ضعيف الضعف يجعلك متواضعا فالمؤمن له حالان حال التواضع لأنه رأى عظمة الله عز وجل وحال القوة لأنه استعان بالله إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله فتوكل على الله فتوكل على الله